عندما يغلق باب يفتح باب آخر ولكننا كثيرا ما ننظر لفترة طويلة ونأسف على الباب المغلق لدرجة تمنعنا من رؤية الباب المفتوح أمامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا أهل الخير على مشارف نهاية الوحدة الأولى الوحدة الأولى جسم المادة كلها كاملة بتشوفه كيف يعون الله طيران ستمشي بالوحدة الثانية والثالثة سهلين جدا والرابعة ان شاء الله سيأة الوحدة الأولى الوحدة الأولى الوحدة الأولى فالكيس الفطن البيضن يعيد ويزيد فيها وحكيت سألتكم بالله العظيم لا تدرس الإنجليزي عشان العلامة بعون الله بعون الله رب اللي قادر فقط على أن يقتاد خالد يوقف قدامك بعون ربي عز وجل علاماتها إن شاء الله في جيبتك ما بدي علامات بدي محترمين الله يرضى عنكم يا رب نستفيد منها إلكم أنتم لما تحفظ كلمات تعرف أنه لقدام في الجامعة ستستفيد منها في لقدام في الآن مثلا لقدام في لقدام في أشياء معينة والله بتستفيدوا منها يلا أخواني نستفيد لان هذا الفيديو سهل جدا المقصود فيه اللي هو تحرير الأخطاء تحرير الأخطاء الآن هذا الفيديو للفروط الأكاديمية والمهنية إذا ضليت على قيد الحياة نفسه الفيديو حينزل نفسه لبطاقة الفصل الثاني نفسه لأنه فصل أول فصل الثاني الآن بدنا أخذ الفكرة العامة ليش لأنه حيمر علينا أمثلة أمثلة لا حصر لها لا حصر لها على تحرير الأخطاء فبدنا نأخذ الفكرة العامة فيه الله يرضى عنكم طالب الفروع الأكاديمية يكتب هذا الكلام أظن على صفحة 27 أتوقع صفحة 27 تكون فاضية عندك هلا لو ما كانت فاضية هناك أكتب كتابة على ورقة وكبسها شكرا عفا بس هي فاضية 27 طالب الفروع المهنية أكتب وين ما بدك هذا أهم شيء أنه يكتب عندك وتكون بتعرف وين كتبتوه بس شكرا عفا يلا بسم الله الآن أدتينج تحرير الأخطاء يجب الانتباه لعدد الأخطاء ونوعها الآن إخواني هذا مليار ألف طريقة للسؤال الآن كانوا زمان يجيبوا صندوق معين وفيه ثلاث أربع أسطر فيه أخطاء معينة الآن بعد هيك صار يجيبوا جملة معينة الآن ويعطوك ثلاث أربع كلمات واحدة فيهم صح مثلا بعدها وقبلها أثناء يعني الآن صار يجيبوا الآن جملة فيها فراغ الآن الفراغ هذا اللي هون يكتب لك يا الآن كخيارات أو يكتب لك الآن الكلمة نفسها ويحط تحت خطب يقول لك هاي الكلمة غلط ظبط لي إياها فالآن يجي السؤال بمئة طريقة مختلفة بس أول شيء يجب الانتباه لعدد الأخطاء مرات بيكون طالبني في السؤال نفسه عدد الأخطاء ثلاث أو أربع ونوع الأخطاء هي كذا وكذا وكذا تعالوا نشوف أنواع الأخطاء في grammar mistakes اللي هي أخطاء قواعدية إذن هذا أول شيء اللي هي أخطاء قواعدية في القواعد طيب في spelling mistakes أخطاء في التهجئة يعني أخطاء في كتابة في كتابة الكلمة بتكون الكلمة نفسها مكتوبة اللي هي خطأ أخطاء في كتابة الكلمة punctuation mistakes اللي هي أخطاء في علامات الترقيم أخطاء علامات الترقيم إذن أنواع الأخطاء كم نوع يا سادة يا كرام ثلاث أنواع إما grammar mistakes أخطاء اللي هي قواعدية أو spelling mistakes أخطاء في كتابة الكلمة أو punctuation mistakes اللي هي أخطاء في إيش يا أهل الخير في علامات الترقيم إذن أنواع الأخطاء كم نوع ثلاث أنواع للأخطاء بسم الله الآن أولاً الخطأ القواعدي الخطأ القواعدي والذي عادة ما يكون بالفعل عادة بيكون بالفعل هلأ أخواني أنا بدرس طلاب توزيهي ناس قامات في العلم هلأ هون عادة بيكون بالفعل أحياناً ما بيكون بالفعل كيف يعني؟ مثلاً حيزين في الوحدة الرابعة على خير وهذا تبع لك قدام شوي الآن في أشياء العلاقة في ضمائر الوصل هو وذات ويتش وين ووير وإلى آخرين هذا مش فعل بس الآن بالنهاية هو خطأ قواعدي لكن 99% الخطأ في القواعد الآن من هذا المنطلق بدي أنا أدعو طلابي المحترمين أنهم يركزوا معي في شغلة معينة الآن في جزء من الطلاب الله يسعدكم جزء فيكم لا بأس فيه بلش كتابة إنشاء مثلاً هلأ لما أنا أعزي أكتب إنشاء أو سؤال تفكير ناقد أو سؤال اقتراح الآن بدي أتأكد منه قواعدياً الآن بتروح مباشرة على الفعل إذا الفعل صحيح إذن الجملة قواعدياً صحيحة إذا الفعل خطأ معناة الجملة قواعدياً خطأ يعني إذا استقام الفعل فالأصل إن الجملة صح قواعدياً وإذا الفعل كان فيه خطأ يعني الفعل هو محور الجملة والركيزة الأساسية للجملة يعني مثلا الآن في درس المضارع البسيط مثلا الآن she uses هي تستخدم الآن رح تلقيت she use فبنتبه للفعل طب use هنا verb one طب verb one معناته لازم يكون فاعل قبله جمع آه مفرد معناته uses الآن use verb one معناته لازم يكون قبله فعل model أو دو طب ما فيه معناها uses إذن إذا الفعل الموجود عننا يا محترمين استقام فالجملة قواعدية مستقيمة وإذا الفعل ما استقام إذن الجملة قواعدية فيها مشكلة معينة إذن الخطأ عادة ما يكون بالفعل الآن هون لازم نركز على أشياء معينة قواعد المادة الآن قواعد المادة اتفقنا أنه قاعدة المادة القواعد الرئيسية مثلا زي الأزمنة الآن أنا ما باستخدمها فقط الآن عشان الأزمنة وانتهى وإنما أستخدمها هاي قواعد المادة عشان مواضيع الإنشاء عشان سؤال التفكير الناقد عشان هذا السؤال يا محترمين إذا لازم أنتبه لقواعد المادة التأسيس 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 أهم من المادة التأسيس أهم من المادة زمن المضارع البسيط شوفوا هذا اللي هون الآن زمن المضارع البسيط من قواعد المادة صح لكن للأهمية خالد بكتبه لحاله المضارع البسيط كل المفروض نعرف قانونه إذا كان الفاعل مفرد يا حرام نحزن عليه ونضع إيش أس أو إي أس أو إي أس إذن زمن المضارع البسيط الآن الزمن بشكل عام والإفراد والجمع يعني كانت الجملة كلها مضارع مضارع من أولها من أولها نط عندي وأنه في كلمة دد معنى توفي غلط في الموضوع إذن يا دو يا دز الآن الجملة كلها مثلا ماضي 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 وفجأة هيك بسم الله الرحمن الرحيم لقيت عندي إز معنته لازم تكون واض مثلا أو وير حسب إذن لازم أنتبه للإفراد والجمع ولازم أنتبه للجملة هذا الكلام كله إطار نظري الآن لقدامنا توفي صغير أخواني بجينا الآن نبلش تطبيق عليه الآن لاحظوا الوحدة الأولى إذا بتلاحظوا أنت أهل ملاحظة يا طلاب المؤدبين اللي بفتخر بالوقفة قدامهم الآن فيها مداخل لكل شيء تأسيس للقطع فيها تأسيس للقواعد فيها الآن كيف نتعامل مع الإدتينج فيها كيف نتعامل مع الكذا فيها كيف نتعامل مع كذا فيها الآن بالوحدة الثانية والثالثة والرابعة إضافة إلى أنها مادة جديدة إلا أنه حتشوفه هي عبارة عن تطبيق للي أخذناه في الوحدة الأولى يعني هذا الكلام حينحكى مرة سمعتوني قبل شوي حكيت أنه هذا نفس الفيديو حينزل للفصل الثاني معنى هذا الكلام أدرس الآن وأتقنه وحنطبق عليه كل الوحد لقدامه شوي الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله طيب إذن هاي اللي هي أنواع الأخطاء وأول شيء اللي هو الخطأ القواعدي عادة بيكون في هاي الأشياء اتفضلوا يا سادة يا كرام إذا حابين تكتبوا والموالين الموالين يستنوا يلا الآن نيجي لهون ثانيا وثالثا ثانيا اللي هي الأخطاء في كتابة الكلمة أخطاء التهجئة يعني كتابة الكلمة الآن الأخطاء هاي اللي في كتابة الكلمة يا طلابي الآن بتكون كلمة مكتوبة غلط مثلا مثلا عننا الكلمة هاي الآن هاي الكلمة هاي calculation مثلا مرة بيكون كاتب لي ياها زي هيك الآن زي هيك مرة بيكون كاتب لي ياها الله يرضى لي عنكم يا رب الآن كاتب لي ياها بالطريقة هاي الآن وهكذا الآن لازم أنا أعرف الكلمة كيف تنكتب طيب هسا كيف أنا بدي أعرف الكلمة الفلانية كيف تنكتب أو شو الكلمات المطلوبة مني الله يرضى لي عنكم يا رب ويسعدكم ويهدي بالكم إن شاء الله الآن الكلمات يا سادة يا كرام إما نجدها في دوسية الحفظيات آخرها زائد المشار إليها الآن المشار إليها شو يعني الكلمات المشار إليها مش في كلمات كنت أقولكم حطوها بمستطيل هلا الأصل إنهم كلهم موجودات في دوسية الحفظيات في الآخر هيك الأصل لكن nobody knows this is life وجوزة كل ناسي لكلمة أو كلمتين الآن الحمد لله يعني إن شاء الله أني عمري ما أكون نسيت الكلمة لهذا يعني اللي ممكن أكون ناسيها حتى تجدوها في التمرين مليار بالمئة لكن احتياطا فإحنا عشان هيك إما دوسية الحفظيات الآن آخرها موجودات في كلمات أو كل كلمة أقول عنها الآن مهمة أثناء الشرح وغالبا ما نضعها في إيش يا محترمين في مستطيل الآن هذون الكلمات إذن هم الكلمات المهمة بالنسبة إلنا كثيرا جدا اللي بالنحط بهم بمستطيلات مثلا 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 الآن بالقطعة الأولى على سبيل المثال حطينا floppy disk حطينا personal computer مثلا smart phones calculation الآن هذون الكلمات هذون اللي بنحطهم في مستطيلات الآن هاي الكلمات اللي هي المهمة هلأ بصراحة أخواني ما في إنسان على وجه الأرض بإمكانه يحصر هاي الكلمات لكن يعني بتوفيق رب العالمين بتوفيق رب العالمين ثم هالخبرة البسيطة أبو نص مليون سنة في التدريس الآن بيكون عند المدرس بما أنه ارتضى لنفسه يوقف قدام يعني الحمد لله طلاب وقامات في الإعلم فالمفروض إن شاء الله إن شاء الله يا رب يكون عندي الآن مخافة رب العالمين من الزاوية الأكاديمية هاي اللهم أمين يا رب العالمين فبحاول إني أحصر لك إياهم بطريقة معينة فاطمئنة طمئنة زيادة عن اللزوم لكن الكلمة اللي بقول لك عنها مهمة حطها مستطيل أدرسها هاي الكلمة مهمة معناته لازم أحفظها هلأ الطالب المفتح هذول الكلمات المفروض إني أتدرب عليهم أول بأول وطبيعي جدا إني أنسى عادي جدا نرجع نشيك عليهم أول بأول توصل لمرحلة الآن أمورك تمام تمام هلأ ممكن مثلا يعني نطلع طريقة معينة اللي هو للأخطاء هاي الآن كلمة كالكوليشن مثلا كيف تنكتب كلمة كذا كيف تنكتب الآن بقول أقارن بين الحروف في الكلمات بس هذا في وجهة نظري في وجهة نظري أنا الآن مش بالضرورة ينطبق على كل شيء هذا يعني بلزم طالب بده يعني عسره يخلص من الموضوع لكن بدون الثمرة العلمية الحقيقية فهذول اللي هم الكلمات طيب الأخطاء في علامات الترقيم هلأ يا محترمين الله يرضى لي عنكم يا رب ويسعدكم إن شاء الله علامات الترقيم يا طلاب المحترمين هلأ نضع النقطة في نهاية الجملة هلأ كلنا بنعرف أنه نهاية الجملة لازم يكون عندنا نقطة عادي أمور طبيعية إذن نهاية الجملة خلصت الجملة إذن في نقطة أكيد الآن نضع علامة السؤال في نهاية السؤال علامة السؤال وين بتنحط؟ بنهاية السؤال هلأ بدي هون أهم مواضع الفاصلة الآن هذا اللي هون مهم جدا الآن لا تحكي لي طب هسا والله أنا بدي فاصلة منقوطة وشحطة وعلامة تعجب مش وقت أخواني اتفقنا من أول لقاء إلنا أنه اللي بلزمك حاطك يا بعون الله لكن كون معي طالب بطل وبطلة وبتركز على كل إشي بقولك يا في وقته في حين والله يسعدكم يا رب الآن الفاصلة بنحطها مع التعداد الآن من فوائد على سبيل المثال الوايت بورد مثلا الآن playing music playing educational games الآن recording languages وهكذا لما يجي عدد الشغلات حتشوفوا اللي هي فواصل هل انسى لي موضوع أنه بين الأخيرة وقبل الأخيرة ultimate والpenultimate لازم يكون and مش وقته الآن مش وقته الآن انسوا الموضوع الآن لكن لما يجي عدد شغلات معينة حيحط بينها فواصل من فوائد التابلتس يا محترمين مثلا الآن recording interviews من فوائد التابلت researching information creating diagrams الآن هاي اللي هي بعدد شغلات إذن بينهم شو لازم يكون فاصلة حنشوف أمثلة الدنيا عليه ما التواريخ إذا كانت في البداية الآن لما أجي أحكي والله على سبيل المثال الآن in 1950 الآن مثلا كمثال الآن كذا كذا فلان 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 invented كذا وكذا اخترع إذا كان التاريخ في البداية ففي وقف الوقف هذا شو بنحط بمكانه اللي هو فاصلة هلا بدك تحكي عن حالك يرضى عنكم يا رب الآن I was born ولدت في 2006 الآن حيث أشرقت الشم ستين مرة الآن مثلا الآن فإذا بدي أبدأ بالتاريخ في البداية in 2006 في 2006 كومنيرا بنحط فاصلة بعدين بحكي I was born إذن 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 مع التواريخ إذا كانت وين يا محترمين في البداية الآن إذن هاي فاصلة فاصلة ما بتنهي الجملة هلا ما بصير أحكي in 2006 وأسكت الآن خلص هيك جملة حط نقطة لا ما بزبط الوقف البسيط هو اللي بمكانه اللي هو فاصلة لأنه ما انتهت الجملة هسا بنشوف الآن مثيل اتفضلوا محترمين أكتبوا الموالين طبعا حافظين الدرس ما حيكتبوا حفلمهم أكيد فلمتم أنا قبل هالمرة أصلا الآن اتفضلوا الآن اذا لاحظ هاي اللي هون شو هي اللي هي الله يسعد لياكم ويرضى لي عنكم يا رب اللي هي فاصلة هذا اللي هون تاريخ تاريخ في البداية تاريخ في البداية بده يكون عندي إيش اللي هي فاصلة طيب الآن من مواطن الفاصلة جدا لازم نعرف قبل كلمة بط لازم يجي فاصلة بعد كلمة هاوفر الآن قبل كلمة بط هاي اللي هون جزئية وبعد كلمة هاوفر لازم يجي إيش اللي هي فاصلة شو وظيفة كلمة بط وهاوفر اللي هو position of contrast position of contrast الآن بغض النظر يعني طالب الفروع الأكاديمية لازم يعرف معلومة زي هيك طالب الفروع المهنية مش مطلوب من وظيفة بط وهاوفر مثلا لكن مطلوب منك يا خوي ويا أختين انك تعرف انه قبل كلمة بط لازم يجي فاصلة وبعد كلمة هاوفر هل ممكن تشوف أمثلة لقدام شوي مثلا 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 الآن مثلا مثلا بحكي هتشوف أمثلة لقدام شوي كلمة بط ما في قبلها فاصلة ملكاش علاقة فيها أنا إلي علاقة إذا شفت كلمة بط كطالب توجيهي لازم أحط قبلها إيش إياه فاصلة إذن قبل كلمة بط وبعد كلمة هاوفر طيب الآن أهم مواطر الحروف الكبيرة لازم نعرف يا أخواني الحرف الكبير الآن وين مكانه هل الحروف الكبيرة هاي لا تعتبر اللي هي spelling mistake ليش لأنه لما أكتب حرف مثلا الكي الآن حرف small أو في lower case أو في upper case الآن هذا لا يعتبر spelling mistake ما هو نفس الحرف إذن هذا punctuation mistake خطأ في علامات الترقيم الآن أهم مواطن الحروف الكبيرة الآن بداية الزملة كلنا بنعرف المفروض بداية الزملة وحيمر طبعا هذا تفصيله كامل لما نشتغل مواضيع الإنشاء إذن في بداية الزملة أول شيء الآن بعد نقطة وبعد علامة تعجب وبعد علامة سؤال إذن بعد النقطة أو بعد علامة التعجب أو بعد علامة السؤال شو لازم يكون حروف كبيرة يعني لما أحط هون علامة التعجب هاي الآن بدي أكتب الآن مثلا على سبيل المثال revising things الآن بجي أكتب هيك revising هيك بالطريقة هاي إذن بعد علامة التعجب أو علامة السؤال أو اللي هي بعد نقطة الآن مع الأسماء أسماء بني آدمين أسماء دول أسماء مدن أسماء أشهر جانواري فبريوري مارش أب مثلا إلى آخره الأيام ساتردي سوندي موندي توزدي إلى آخره المنظمات المؤسسات حيمر معنا أمثلة الدنيا عليها الآن مع بعض الاختصارات بالله عليكم لسه هي قدامنا الآن هذا اختصار يعتبر الآن مر علينا مثلا اللي هي بي سي الآن الاختصارات بتكون اللي هي بالحروف الكبيرة الآن لاحظوا ملاحظة خالد كتب هون مش مع كل الاختصارات مع بعض الاختصارات ليش؟ لأنه حيمر علينا بالفصل الثاني مثلا الآن البي اتش دي اختصار الدكتوراه يا ربي عقبال عندكم إن شاء الله مثلا ليش مش حرف كلها حروف كبيرة حنتحدث فيه في حينه إما الآن مع بعض الاختصارات تيجي تقول لي والله كل الاختصارات انت قلت какую انا لا حكيتش ما حكيت؟ ما حكيت؟ أنا لا حكيت مع بعض الاختصارات هايها الكلمة مع بعض الاختصارات طيب الآن الحرف الكبير الضمير i أينما وجد وين مكان اخواني خواتي الآن الضمير i وين مكان ما بنكتب حرف صغير دائما i بعد فاصلة بعد نقطة بعد علامة تعجب ببداية جملة بنص جملة ماليش علاقة الضمير i دايما حرف كبير هلأ في طلاب بعد الفاصلة بيحط حرف كبير ديروا بالكم بعد الفاصلة ما بنحط حرف كبير ما بنحط حرف كبير انتبهوا الضمير آي هذا استثناء الآن الضمير آي يا محترمين دائما وأبدا لازم إيش يكون حرف كبير دائما وأبدا طيب موالين استنوا اتفضلوا غير الموالين اكتبوا الله يرضى عنكم يا رب الآن يلا يا أهل الخير يلا هلأ هاي اللي هون بس الآن هيك نذكر هيك شغلة ذكر قد يقوم واضع السؤال بتحديد مكان الخطأ فعندها نكتب الإجابة الصحيحة مباشرة مش فاهم بالمرة شو يعني يعني لما يجيب لي كلمة معينة floppy disk لابتوب مثلا هاي لابتوب كتب ليها زي هيك لابتوب زي هيك الآن حدد للخطأ هل هو دائما يحدد الخطأ ولا لا قد يقوم واضع السؤال بتحديد قد لا يقوم بتحديد الآن جرت العادة بالفصول الماضية كله بيحدد لكن محترمين فيه برقبتي آلاف طلاب ما بضحي فيكم هيك محترمين يتغير على دوركم هذا النظام ما بتعرف ما بنعرف هذا مش أني أثقل عليك المادة لا والله هي العلي العظيم بس إخواني الله يرضى عنك يا رب لو اجتهدت 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 بتشوفوا الامتحانات ما بتيجي والله انه هيك بالله مشان الله جاوب بس أهم شي نجاوب أسئلة بدها طالب صح فعشان هيك عشان ما نكون ضحايا للامتحانات لازم نركز على كل شي وننتبع لكل أنواع الأسئلة هلأ هاي اللي هون غلط حدد لي يا إذا مباشرة بروح مثلا الخطأ بكتب الآن لابتوب مباشر خلص انتهى الموضوع الآن هاي اللي هي جزئية الله يرضى عنكم هنشوفوا هذا هنشوفوا شوفوا الآن بدأكتب هون جملة المفروض جملة بتريح المفروض المفروض الآن هون يشرح خلال المادة الآن متى خلال المادة الآن حنبلش في شرحه هذا اللي هون متى الآن جاء على خير ان شاء الله بالفيديو اللي بعد هذا مباشرة اللي فيه الحل مباشرة مباشرة طيب قد لا يقوم بتحديد الخطأ فعندها يجب ربط الخطأ بعد تعديله القواعد وعلامة الترقيم بشيء قبله أو بعده أو قبله بعده شو معنا هذا الكلام سهل مي مي الآن جاب لي مستطيل وقال لي طلع لي منه خطأ punctuation علامة ترقيم مثلا هذا مستطيل وفيه الآن علامة ترقيم خطأ هلأ قاعد بيعدد مثلا السوشال ميديا مثلا كذا وكذا وكذا آه هاي غلط النقطة هاي مثلا كان هذا الخطأ الأول هل من المنطق أروح أكتبله على دفتر الإجابة واحد أجي أحط له هون فاصلة ماشاء الله ماشاء الله طب ما المستطيل يكون فيه نصف مليون فاصلة هاي شو معرفوا أي فاصلة هاي اللي بتحكي عنها أعطيكم مثال ما شاء أنا وياك بالشارع وبتشرف نيزي نحكي مثلا على سبيل المثال في مثلا خمس سيارات ست سيارات وربعض منهم ثنتين لونهم أبيض مثلا فبقول لك بسم الله ما شاء الله السيارة البيضة ما أجملها الله يهني صاحب هالسيارة فيها الآن السيارات بعاد عننا بس في ثنتين لونهم أبيض فحتسألني أي وحدة فيهم وقول لك آه 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 اللي بين الحمرة والسودة هل لما أجي أقول لك اللي بين الحمرة والسودة عرفتها ولا ما عرفتها؟ طبعا عرفتها إذن لما تيجي تحدد أنت الجواب الخطأ تعدله وبدك تربط الخطأ يا بكلمة قبله عشان يعرف أنه هاي اللي أنت بتحكي عنها يا بكلمة بعدها عشان يعرف أنه هاي اللي بتحكي عنها يا بتربطها بكلمة قبلها وبعدها عشان تحكيله هاي اللي بحكي عنها الآن أجي أكتب له فاصلة زي هيك هذا الكلام اللي هون شغل تعبان طب شو الحل الآن هذا خطأ هذا خطأ هذا اللي هون هذا كله خطأ طب شو الصحيح أجي أكتب له زي هيك إما أكتب له الآن تابلت وحط بعدها هون فاصلة أقسم بالله أنه نعرف وين الغلط البدية وين الغلط آه النقطة هاي اللي حولتها لفاصلة يا هيك إما هيك الآن أو باكتب له زي هيك الآن فاصلة وباكتب الكلمة اللي وراها الآن white board يا إما هيك يا هيك عرف أي فاصلة آه الفاصلة اللي جاية قبل white board آه الفاصلة اللي جاية بعد التابلتس آه أو باكتب له الآن بروح أكتب له هون تابلتس وبنحط فاصلة وباكتب بعدها هون اللي هي white board ولا white boards white boards أوكي الآن زي هيك عرف أي فاصلة اللي بحكي عنها عرف إذن هيك 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 هذا الكلام رح يعرف أي شيء أنا كطالب غيرت إلى فاصلة رح يعرف لكن لما أجي أكتب له بس هاي لحالها إلى أنه أنا مصيبة كارثة أي فاصلة اللي بتحكي عنها ما يجوز بيكون في المستطيل خمسين فاصلة إذن لازم أربط الخطأ يا بإشي قبله يا بإشي بعده يا بإشي قبله أو بعده كله حنمر عليه كله كامل حنمر عليه إذن يا بربطها بإيش كلمة قبلها أو كلمة بعدها أو كلمة قبلها أو بعدها هلأ هذا بلزمنا إيش في الخطأ القواعدي وعلامات الترقيم طيب الآن طيب الخطأ في كتابة الكلمة لا مبين ما هو لما أنا أجي أكتب كلمة لابتوب مثلا البيات لفوق وبدأ عدلها ما هي مبينة لابتوب الموجودة في القطعة معناته ما فيه داعي هلأ هل بيجيب لنا إشي زي هيك فيه داعي أكتب الكلمة مثلا الغلط وحط بجنبها غلط بعدين الكلمة صح أوكي كله جائز كله جائز أهم إشي أخذ الأمور هيك ببساطة أهم شي بيّن للمصحح عن إيش أنت قاعد بتحكي بيّن له أنت عن شو قاعد بتحكي هذا الكلام ممكن يجي بمليون طريقة مختلفة كل اللي حكيته هذا بدي فقط الإطار النظري منه الآن لما نيجي نبلش نطبق بصير الأمور أوضح 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 ما بقيس على آخر فصلين شو أجاو يزاره nobody knows ما حد بعرف ما حد بعرف this is life ما حد بعرف نهائيا بتغير كل شي على دورك توجيهي الله يرضى عنكم يا رب ما بدناش نكون ضحايا يا محترمين إذن الله يسعدكم بشتغل بالطريقة هاي الله يسعد هالمساء ويرضى عنكم يا رب اتفضلوا اللي حاب يكتب يكتب الآن الموالين هاي ما فلمتكم اتفضلوا الآن بعدش اتفضلوا 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 الآن الطلاب المحترمين اللي الله يرضى عنهم يا رب ويرضيهم إن شاء الله ويهدي بالهم يا رب يا كريم يا الله الآن هذا اسمه الآن linking words شو هذا اللي هون اللي هما ايش editing تحرير خلاص نكتبها تحرير أنا بعرف إنه المفروض الآن تحرير المفروض إنكم مالكم مش علاقة بالشغلات اللي أنا بسوي فيها هاي بس لكن جزء من السلام سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يعطيكم الصحة والعافية شكرا لصبركم خطوا تحت صبركم ميت خط شكرا لأستماعكم السلام عليكم